اشتركوا في القناة ولكن هي واضحة جدا واعتقد ردوان جيد في وجود الفارق ما كانش ابدا هيسر على احتسابها ركل الجزاء لان ما فيش فيها اي ركل الجزاء لكن حاجة زي دي ودخلين على حكم بندو اللي له سلبيات معنا ومواقف سلبية معنا فده طبعا خلانا نقلب في كل الاخطاء التحكمية اللي حصلت لنا في افريقيا وتحديدا من بداية بقى فكرة ان خلاص الناس بدأت حط توصق الاحداث على اليوتيوب وطبعا كان اول مباراة فيها ظلم تحكيمي وكان فيها حكم ثابتة بعد ذلك في 2004 ان هو حكم مرتشي وتم ايدانته كانت مباراة السوبر الافريقي بين الاهلي والزمالك اللي حصل فيها كان اصعب مما يتخيله البعض بالزبط دي كرة طبعا كان المفترض كابتن اسماعيل يوسف في وقت مع الكابتن رضع عبدالعال بنوازمة نتمنى كل الشفاء للكابتن رضع عبدالعال عامل عملية قلب مفتوح وده طبعا كرة ايمانويل ايمانويل كان لازم ياخد فيها طرد بس اداله فيها انظار فقط لغير والاهم بقى انا مش انت كايمانويل دربت ياسر ريان هترد لك محمد يوسف وده اللي حصل في المباراة فطبعا طرد لعب اثر على المباراة وده طبعا كرة التحام قوي جدا ايمانويل كان تقريبا بيلعب بمنطل قوة وده تم اصابة الكابتن احمد شبير فيها واثرت كمان على تعامله مع كرة الهدف ده طبعا كابتن اسماعيل يوسف بيدرب عادي بالرجل في البطنة ما فيش ادنى مشكلة ما فيش ادنى مشكلة طبعا كان فيش شوية المباراة دي كانت بعد انتقال كابتن رضا عبدالعال من نادي الزمالك لنادي الآلي فكابتن اسماعيل يوسف كان دايما بياخد حقه من رضا عبدالعال بالضرب وبيترس ماتابيلا كان بيتغاضع عن كل ده فدي كانت من بداية الاخطاء التحكمية الفادحة اللي كان فيها حكم ثبوتة بعد ذلك انه حكم مرتاشي واحنا لما بنقول حكم مرتاشي بنقول حكم مرتاشي بقانون او بمعاقبة صدرت الحكم مش بنقولها بالهواء دي دانة حقيقية يا احمد وطبعا كلنا شفنا لقطات من اغرب اللقطات اللي انا شفتها في اي مباراة بن الآلي والزمالك واضحة وغير مفهومة لا انت كده ده في لقطة هتشوفها اغرب بكتير من دي بالضبط معاك ولكن بفتكر كابتن محمد يوسف هو بيحكي عن الواقعة كان بيتكلم عن اصرار الحكم والنية المبيتة لطرده فعشان كده نتمنى ان ان شاء الله ما يكونش في الشكل ده في مباراة فيتا كلاب ولكن كمان عندنا مجموعة من الاخطاء التحكمية اللي حصلت مع الاهلي نقدر نشوف الفيديو هذا هو بارك الله فيكم هذا الهدف نيونغ بانانا 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 في موقع تسلل واضح ورجع من تسلل وسجل لهدف كابتن طارق هدف صحيح هدف صحيح اعتقد هناك كان مسك والحكم اقر في ذريك لكن اعتقد بان المخالفة حصلت داخل من تخجزاء خليل الشمام يمسك بذراع جده نلحظ قدم اليسرى لجده كانت على الخط وبالتالي الجزء المتبقي من الجسم كان داخل من تخجزاء وانا اعتقد كان يمكن ان يعطي ركجزاء يمكن لما حصلت اللقطة بتاعة ردوان جيد ناس كتير اتكلمت في فكرة ان دا استثناء وان النادي الاهلي دايما يعني بيكون التحكيم بيقف في صفه ونادرا ما يظلم تحكميا حبنا بس نؤكد ان لا مش دا كمان الوقت اللي يتقال فيه كده لان دا قد يكون تبرير لاخطاء اخرى بص يا فارس هو انا الحقيقة يعني في بعض الاعلام المنافس كان دايما بيتحدث عن فكرة الظلم التحكيمي وبيقدر يروج لها بشكل كبير جدا وانا من وجهة نظري ان اي نادي معرض ان هو يتظلم تحكميا ومعرض ان هو يستفاد من اخطاء التحكيم لان في النهاية الحكم بشر قبل الفار او حتى بعد الفار لان في اخطاء تحكمية الفار ما بيقدرش او ملوش الحق ان هو يتدخل لاعادة قرار الحكم في المباراة لكن الاعلام المنافس دايما بيصدر فكرة الظلم التحكيمي فبيبدأ دايما يتخذ فارس عن النادي الاهلي ان هو بيتمهم جميلات تحكميا فمن هنا جاء العرض ده النادي الاهلي اللي بيتظلم تحكميا او بيتعرض لظلم تحكيمي او اخطاء تحكمية بتبعده عن بطلات وعضاء محلي كذلك عن مستوى الافريقي النادي الاهلي امام النجم امام فريق الوداد المغربي اولا النجم خليها النجم نبدأ من 2007 وطبعا رقلة الجزاء الشهيرة لكابتن محمد ابوتريكا ورقلتين الجزاء وكمان رقلة شديد اناوي ده طبعا كان في 2007 لقطة بركات كانت في مباراة الزهاب مش معنا لكن او بنفكر الناس بها طبعا لا ده مش كده وبس ده كمان حرمنا من فكرة بركات ودي طبعا يا فارس طبعا نهائي الوداد والحكم اللي انا بحبه صحيح؟ مين الحكم اللي انا بحبه ده 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 انت عاشق وحنيجي بقى لألفين وعشرة ايه درامو وعلى فكرة المضحك ان بعد كده انت بتدلقوا ليه؟ انا ها يشان كده بقولك لان تحول الاعلام المنافس لاستخدام اللعبة دي يستشد بها للظلم التحكمي يستشد بها بالظلم والمجابلة التراجي بالزبط فوقعة غريبة وان كان وقتها كان بتالكلام غير ده خالص ولقطة الوداد الشهيرة في 2011 يعني احنا بنتكلم في تأثير اللقطة دي يا احمد في دور المجموعات ما ده اللي انا بقول يا فارس ان الناس بتظن ان انت عشان بتظلم في دور المجموعات مجبسا مبار فار دلوقتي اه لا ده دي خرجتنا لان احنا خرجنا بالموجات المباشرة ده سبب ادعى دلوقتي الفار انت لو بتتكلم ان اللي عايز يعمل حاجة حكميا انا هيعملها في دور المجموعات بالزبط لان بعد كده الوضع هيبقى صعب في 2016 الودادي احمد برضو برضو ده هدف بين طبعا ربنا شفية رب مؤمن زكريا كان احمد حجازي لها بالكرة ومؤمن زكريا كملها والحقيقة لا احمد حجازي ولا مؤمن زكريا كان مصاب وفي 2009 امام كانوا بيلارز النادي الاهلي خرج من دور الستاشر بتعادل ايجابي اتنين اتنين وتوجه للكمفدرلية بسبب كرة زي دي اعتقد يعني مش محتاجة اي حد يعمل خطوط الكرة واضحة جدا ان هي تسلل غير طبعا دور المجموعات 2018 فارس هدف المروان محسن كان الكابتن طرق دياب اعترف به ان هو هدف صحيح دي كانت الاخطاء التحكمية فارس الافريقية